هنا عندنا السؤال بيقول إذا كانت كاملة بين point A and X axis is 2√5 والpoint A بتاعتها بس كلها in terms of K فعايز A تبقى كامل وكانت بفاليوز طيب الأول تعالى نشوف الدستانس between A and X axis فهقول ما بين X axis between A and X axis دي كان الرول بتاعتها انها بتاعتها الX انا عايزها فمش هكتبها هكتب الY والZ فبقول Y2 plus Z to the power 2 all under root يبقى دا معنى ان عندي يعني دير فول يعني هقولي بقى square root of Y squared plus Z squared الكلام دي ليز يكون بي equal to root 5 لانهي دي الريل دستانس طيب يبقى دا معنى اننا لو عملت square for both sides يبقى انا كده بقول ان الY power 2 plus Z power 2 حت equal to root 5 power 2 يعني 4 times 5 equals 20 وبالتالي اصبح عندي relation دي ما بين Y و Z بس الY و Z هم actually هم values عند A الA كانت K plus 5 دي الX وال2K هي الY والZ هي الK وبالتالي الY انا حبدلها ب2K وهتبقى 2K to the power of 2 plus Z اللي هي K وهخلي K برضو power of 2 الكلام ده equals 20 يبقى لما اجي حل بقى يبقى 4K squared plus K squared equals 20 وده معنى 5K squared equals 20 which means ان K squared equals 20 divided 5 which is 4 وده معنى ان K equals positive or negative 2 يبقى دي الValue K ممكن تبقى positive 2 ممكن تبقى negative 2 طيب تعال نشوف بقى في الحالتين هو كان قال ان A الكوردن الساعتها K plus 5 وال 2K وال K وبالتالي عندي حالين دلوقتي في حالة ان K كانت يبقى والله يبقى انا عندي A equals 2 plus 5 هتبقى 7 و2 times 2 هتبقى 4 وال K 2 هتبقى 2 يبقى دا الحل الاول الطريقة التانية او الحل التاني ان يكون عندي K equals negative 2 ففي الحالة دي هيبقى negative 2 plus 5 هتبقى A equals 3 وهيبقى عندي 2K يعني negative 4 هنجي نبصة على the choices هلاقي الحل التاني فقط هو اللي موجود وبالتالي اصبحت مببر ان انا اختار الاختيار التاني هو دا الحل السليم سهل السؤال متا ياتي